اشتركوا في القناة شم شوية اوكسيجن طاق الدنيا هتبقى حلو والنشاط جميل ومطلوب شوية رياضة طيب هنتكلم شوية النهاردة هستحملوني معلش هنتكلم عن كورونا تاني ليه بقى لان العداد تطلع تعلق وإحنا كنا كل مرة بنتطلع نقول وطبعا نعرف ان حضراتكم ملتزمين بالكمامة وملتزمين بالغسيل الإيدين والتبعود الاجتماعي لكن برضو ما يمنعش ان احنا نفكر انا بفكر نفسي قدام حضراتكم مبارح كان فيه 579 حالة اصابة جديدة و26 وفاة احنا لو رجعنا كل يوم هنلاقي كان اقل مبارح واول مبارح كان اقل واول اول كان اقل فالدنيا عمالة بتزيد مش تكلم عن العالم اللي بيجرى فيه كل بلد لها ظروفها وربنا الحمد لله بفضل الله حامينا الى اقصى درجة بس يعني احنا كمان لازم نعمل اللي علينا اكتر من كده بشوف ناس تبقى في افراح وقفين الشارع ونزلين وبوص واحضان ورأس وكلام من ده شوف ناس بتخش بالكمامة اي مول او اي حاجة اول ما يخش يقلع الكمامة لازم احنا نبقى واسقين ومتأكدين ان ده في مصلحتنا انا يعني الحاجة الوحيدة لخيطنا اهي الكمامة ايه قلحة عشان خاطر انا موجود على الهوى مع حضراتكم سلمصورين كلهم ملتزمين ولابسين الناس اللي برا كلهم ملتزمين اذا احنا لازم كلهم نلتزم عشان ربنا يعني دينا بازن لأعلى معدل وفيات بيقع في شهر 12 وشهر واحد وده مش كلامي ده كلام وزارة الصحة المصرية اللي انا بثق فيها جدا 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 فاحنا عايزين نقلل هذه النسب باننا ناخد اجراءات الاحترازية بتاعتنا والوقاية بتاعتنا المرض لغاية دلوقتي ملوش دواء لكن ليه وقاية فيروس ضعيف طول من هو برا الجسم اول بخش الجسم يعمل مشاكله بلاوي احنا في غين عانا موضوع سهل وبسيط جدا نعمل طرق الوقاية اللي احنا عارفنا وحافظينا مشانا نقولها كل شوي طيب عندي موضوع مهم جدا عايز اتكلم فيه وهو الايجابية هقولكو بالسريع كده ما هو تعريف الايجابية تعرف الايجابية بانها التفكير بطريقة تفاقلية والعمل على ايجاد الحلول البديلة لكافة المشاكل اللي ممكن تواجه الاشخاص بشكل مستمر بالاضافة الى توقع النتائج الايجابية وعدم التشاؤم وذلك من اجل التركيز على النجاح وابعاد احتمالية الفشل عن الزهن وتهدف الطريقة الايجابية في الحياة الى جعلها اسهل واسعد بشكل كبير طيب ازاي ابقى شخص ايجابي الامتنان الابتسامة فعل الخير احاطة النفس بالاشخاص الايجابيين عدم تدخين الامور ابعد عن نفس السلبية اللي بتاعتي تقول لك يا عام انت اللي هتعدل الميل اه انا اللي هعدل املكش ده اركن انت على جنب صفات الشخص الايجابي الاندباط الذاتي نشر الحب الادب المصداقية التواضع والاحترام اظن دي حاجات سهلة جدا واحنا تربينا عليها ودي عادتنا وتقاليدنا اصلا في المجتمع المصري فمش حاجة جديدة علينا احنا بنعملها اصلا بالفطرة فربنا اكتبها علينا ان شاء الله تبقى كل حياتنا ايجابية ونبقى عن كل ما هو شر وسوق لينا طيب فقراتنا النهاردة عندنا فقرتين زي ما حضراتكم معارفين الفقرة الاولى هنتكلم فيها عن عالم الجمال وحالات نادرة جدا في عالم التجميل وحيكون معايا دكتور مونير ويليم كبير اطباء جراحة قد تجميل باذن الله هيتكلم معايا عن هذه الحالات حدارة نادرة جدا في جراحة قد تجميل الفقرة التانية هنتكلم على حاجة مهمة جدا جدا وهي الاشعاعات المصري طلع ده فيه مش عارف ايه اوه ماشي واشعاعات بقى ايه من هنا البكرة كل الناس شغالة على السوشال ميديا كلام من ده بعيد عن المصري ما يسمى بالربع العربي رجعوا من زمان كده كان بدايته ايه كان بعض الاشعاعات واللعب على ترويج بعض الافكار والحاجات اللي مش صحيحة عشان خاطر يوصلوا الى هدف بتاعه فيه دول وقعت وفيه دول بفضل اللي هي فلت مسك نفسها احنا الحمد لله رب العالمين كنا وبعدين مسكنا نفسنا تاني ورجعنا تاني الجميل في الموضوع ان الشباب المصري الحمد لله والناس اللي شغالة على السوشال ميديا نسبة كبيرة منهم جدا حافظين وفهمين القصة دي فما بيمشوش ورا الاشعاعات بينطقوا المصدر وده اللي احنا عايزين نقول النهاردة من حلقتنا انتقي المصدر ما تسمعش اي حاجة كده وتخدها وتعمل لها شار مين اللي قالها حاتم انا بصق في حاتم مهما ان كنت بصق في حاتم حاتم جاب من المصدر ايه لازم من المصدر انا بصق فيه تريفزون جمهورية مصر العربية رئاسة الوزراء صفحة الرئاسة اي حاجة انا وزارة الصحة اي وزارة يعني حاجة حكومية واثق من المصدر بتاعي فيها اقدر اعمل لها شار سامن عايز لو حاجة بقى حاتم مين حاتم يعني انت بتعرفش حاتم ممكن يكون ليه اي توجهات تاج بيحط لك السم في العسل فعايزين نركش شوية في حتة المصادر بتاعتنا ما تعملش شار لأي خبر الى لما تكون واثق مليون في المية من المصدر بتاعك دي نمرة واحدة دول كتير وقعت وناس يعني شغلتها احنا من نسبة كتير حروب الجيل الرابع حروب الجيل الرابع والخامس والكلام ده هو ده اللي بيحصل الزعزع الاعلام السوشال ميديا جزء كبير من الاعلام دلوقتي يبلعب دور كبير جدا 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 في زعزعة البلاد وامنها واستقرارها واقعها كمان شفنا دول كتير حوالينا لكن بفضل الله الحمد لله احنا ماشيين يا رب يكملها لنا ان شاء الله على خير وهنكمل كده على طول الاشعاعات نخلي بالنا منها جدا 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 نكون معايا دكتق الكريمة دكتور علاء فوزي استاذ الاعلام في جماعة القاهرة تكلمني اكتر عن هذا الموضوع ونفهم منها ونعرف ازاي نقدر نتجنب هدي الاشعاعات ونتعامل معاها ازاي وايه هي هدفها ومين اللي بيتلحها وعايزين ايه واللجانة الالكترونية والكلام ده كله طيب دي هتبقى فقراتنا النهاردة هسيبكوا هنطلع فاصل سريع على بل ما تجيبوا كوباية الشاي نقعد كده مع بعض ونشوف اول فقراتنا النهاردة مع عالم الجماعة يلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة